هو اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني وقد تم تعيينه بمرسوم سلطاني رقم 76 على 2003 بتعيينه قائد للحرس السلطاني العماني نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتي يرقى العميد الركن خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للحرس السلطاني العماني المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر 2003 صدر في السادس من رمضان سنة 1424 للهجرة الموافق واحد من نوفمبر سنة 2003 قابوس بن سعيد سلطان عمان نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 755 الصادر في الخامس عشر من نوفمبر 2003 للميلاد فنعم الرجل الأمين اللواء خليفة بن عبدالله الجنيبي الذي حمل أمانة قيادة الحرس السلطاني العماني لأكثر من عقدين من الزمان فكان خير من تشرف بحمل الأمانة من أعز الرجال وأنقاهم شكرا بحجم السماء أيها القائد الأمين فقد كان اللواء الجنيبي أقرب شخصا للسلطان قابوس رحمه الله رافقه في كل مكان سفره وعمله ومرضه ورافق السلطان هيثا في بداية نهضة عمان المتجددة ينهي مشوار عمل طويل في خدمة عمان اللواء رقم خليفة الجنيبي شكرا لكم بحجم عمان اشتركوا في القناة